مقبلون على الثانوي والعبور من الإعدادي لا يمر إلا بامتحان إشهادي اليوم يمتحنون تلاميذ السنة الثالثة إعدادي عددهم يدنو من خمسة ألاف وتسعمائة مرشحين في ورززات قبيل الدخول إلى مركز الامتحان الأجواء رصدتها نزاب عزيزي والحسن بالعالم بالتمر والحليب ووجبة فطور متنوعة استقبلت تلاميذ والتلميذات نصف ساعة قبل الامتحان مبادرة لجمعية الآباء والأمهات تخفيفا من ضغط الأجواء أنا موحد جاوي أنا بدأت مادة العربية صراحة مادة مزيئة وخرج أنا مزيئة وكانت أنه إن شاء الله توفقه وكانت أنه زي ما يكون فرد صراحة في المتناول والذي وجده أي شيء سهل فرد صراحة مبادرة مزيئة يعني تعاونوا معنا وسهلوا لنا زمان يحيدون عن سترس الخلعات الموحدة صراحة إن شاء الله ندوز ذلك شي مزيئة الهدف الأول هو أنه تلميذ يعني يجي اللي امتحان ويحيد ذلك الستخيس والخلعات اللي امتحان وإحنا كجمعية الآباء يعني حاضرين من بداية سنة نهاية سنة وفي جميع المحطات المحطة الآن الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي خمسة ألاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون مترشحا يجتازون الاختبار بإقليم ورزازات الظروف المناسبة وفرت في 24 مركزا للامتحان رسميون وأحرار وذووا الاحتياجات الخاصة يجتازون هذا الاستحقاق على مدى ثلاثة أيام فكل التوفيق لجميع المترشحين